وعددكن هجرب المي المغلية على جريش عشان هيك والله ما صورت باقي التفاصيل 400 جرام جريش بنغليلهم 600 لهو 400 بيكفيهم ولكن المي زيادة بنرجع بنقدر نسفيد منه لاحقا بشكل جيد عن نار و بنحطهم على جريش بنقدر نتركهم ليلي ممتازين او ساعات طويلة لتنعم الجريش هيد الخلطة انا حطيت له 600 جرام فقط اسمر ولكن تلتان بتلت اجمل يعني 800 جرام اسمر اذا حطيته حتلاقوا على نتيجة كبا اجمل من هيك بعد وبالنسبة لعملية العجن هيد العجينة فيها مواد صلبة ما فينا نعجينة كتير ما بيعني انه ما بنخلطها بشكل جيد كمية الخميرة انا حطيت عشرة جرام خميرة ساعتان بالتبريد واشتغلتها للعجينة الافضل لتحصلوا ايضا على نعمية وتماسك اكتر واكتر تقللوا كمية الخميرة تلاتة اربعة جرام وتحطوها بالتبريد ايضا ساعات طويلة بعد ما تخلطوها للعجينة لتحصلوا على تماسك افضل وافضل انا حطيت سميك اربعين جرام افضل من السكر بساعدنا بسرعة التلوين وبحبس رطوبة ممتاز وبالنسبة لرشة الملح اللي استغلنات انا عنها لأ وجودها كان افضل بيقدر يرفع الطعام اجمل واجمل رغم انها طيبة كتير اه خلط بذكركم ما فينا نعجينة العجينة بقلبها ما في زات لذلك اذا حابين تمدوها بالزات بصر الظهروها العجينة بعد ما تخمر بالتبريد تمدوها تشكلوها بالزات وتخبزوها بشكل مباشر وعلى اعلى الحرارات اه بتطلع معكم جميل جدا لا بأس بالموضوع